كان في زمان دورة دورة الصيفية دي حاجة من علامات مصر ما شاء الله وكان بيجي فيها فرق من الاتحاد السوفيتي وفرق من روسيا وبجد يعني وكان الاتحاد السكندري اسمه الاتحاد الصيفة كابتن اسلام يعني على فكرة على ذكر الكلام ده المفروض ان تتحقق هذه العدالة وان يخرج اتحاد الكرة او من يمثله المهمة ساحمد ميجاهد الحياة كان طموحنا انه طول الوقت كان بيكلمنا انا تحديدا واكيد كلكم قريبين منه لانه الحقيقة فاهم ومن صغره حابب الشغلانة وحابب القواعد واللوائح وشايف مصر في حتة تانية فكان نفسي هو يطلع اولا لما يتقالي الاهل اللي هيذهب الى الاسماعيلية يعمل المؤتمر بيان ان الاهل يا اخوانا ما بيروحش او الزمالك ما بيروحش حتى في مش مزاجه عشان كده لما نقول كده يخرج تفسيرا يعني اتفاهم ان المحلة عشان نتكلم من اخر اتفاهم ان المحلة لما يتقاله المسافة بين القاهرة والاسكندرية هي هي ها يبقى المحلة يوافق مش فرع معا لكن ازاي انت توافق على نال المباراة انا ابدأ تكافؤ الفورة انا جاي لحضرتك هون ولا توافق للنادي الاهل طيب من الان وصاعد انت هتمشي على المنوال ده ولا انت عايز بقى تقلبها كلها ان يذهب الاهلي في هذا الاتجاه ويبعث لو كهو كمان معروض مش هلعبوا الكلام ده ده كلام مش محترف ويغزي شيء ما في الشارع المصري غير مطلوب وهو الحقيقة الكابتل رحمد مجاهد واعضاء اللاجنة كلهم ناس محترمة وناس لهم اه اسماء هم وزي ما احنا بننبه هم بس لكن احنا بننبه من دي الوقت يا جامعة احنا النهاردة كايب النهاردة خمسة وعشرين قبل الكلام ده مقدمين. ما انا كابتل السلام بقول ان احنا ناس محترمين وصحابنا اخواتنا الصغارين بس انا مش عارف انا انا لغة ان انا اخاطبهم يعني انا مش عارف اعمل ايه عشان برضو بلدي دي يبقى زياء زي كل الدنيا زي ما بقت في حاجات كتير اوش. ايه. 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 وهو حلم معانا. انا بكلمه دغري اهو. انت حلمت معانا. انت ليه مش كل اتنين وسبعين ساعة. واللي عايز يلعب يلعب مش عايز يلعب يشوف بطولة اخرى على مقاسه في بلد اخرى في اتحاد اخر. من غير ما نقل بالشارع المصري نار يا كابتن. الكرة صناعة امن قوم يا كابتن وصناعة باجة في نفس الوقت. ده مش كلام كتب ده كلام في كل العالم. ازاي ازاي ما حدش بيرد يقولك سيبك سيبهم. لا لا هذه ليست ادارة محترفة. وتحديدا محمد مجاهد اللي انا شفته قدامي ما شاء الله بيذهب ويذهب بعيدا. وتمنيت مرة ومرة وانا بفكر اهو. قال له اعم فوزي غانم نفس اشوفك على الكرسي ده. اعم فوزي عايش ربنا ادي له الصحة وشافه على الكرسي ده. على الاقل المقولة دي دي اه معاني يعني. يا احمد مجاهد دي. يعني والاعلام لا تعرف لتفكر ان انا بقولك من غيرها مش مهندس. يا اخي الكرسي ده اللي عمك فوزي كان عايز يشوفك عليه قاعد عليك قمم. قمم حكمة الكرة المصرية بالعدل في زمن الهواية وكأن احتراف حقيقي. احنا ليه بعيد عن القصة دي. الكلام لازم يكون على عويناته يكون بمنتهى الصراحة. كل 72 سعب على الجميع او على الاقل على المواقف المتشبه. اللي هو المتنافسين. نفع ليه يا دي امحة. من المركز الخامس. المتنافسين يعني. يا اعم كل خمس ايام كلهم حتة واحدة. هتودي واحد ملعب بمزاجه بعدما يجيب لك موافقة. هزا الامر متروك للجميع. لكن احنا ليه عملين نلف حوالين سيدي الجبلاية ده يعني. اه. مش معقول كل شوية واحد يوديله داست الشامة. ويقرى الفتحة. يعني. ويدعي يا رب المتش دا يتلعب هنا. فالبركة الحالة. مش معقول يعني. ويخرج بقى الجميع. ناس بتفترق على الكرة المصرية. احنا ممكن ناخد خمسة. اه. خمس. خمسة في ستة. الوضوع جد خطير. الناس بقت بتهترق على الكرة المصرية. الناس بقت بتحدس بلغة. صف فقط. المشكورين انهم بيلعبوا في الدورة. يا سيدي البطولات دي مش عجباكو. بخلاص. انتم وشأنكم. ثم لا يوجد اب شرعي. حاكم. اه. كل الاولاد في البيت كل واحد بيقول له لو ما جبت ليش حاجات. انا مش مش. يا رب بيقول له مش اعيد لك هنا. بقول له امشيك من هنا. ازاي ده? ازاي كل حد ليه طلب خاص يعني. لا لا يمكن ولا يجوز عندك سلسلة من الاجراءات تتخذها. وبالتالي ده اللي احنا المفروض منتظر. وحركة دوتو الحال يا سيزة السلام. يعني حضرتك. مواعيد محددة. مواعيد محددة من الخمس للعاشر كزا. مزروح بنقل ملاعب يسمح في منافسة على القمة يسمح للناديين او لو هم اكتر. في منافسة على الهبوط يسمح للارباع خمسة او لو هم اكتر. دي دي حاجة غريبة يا جماعة.